ها تقص ولا روح لا بقص حركاتك ترصلك اكتحت ميب علي لا يا شيخ شايفني بزغ مثلك يحيان كنا حر من زمان قلنا لك المكيف خربان ما صلحتوه قايل لسه بكذا يجيب عاملي صلحه والله جبت عاملي صلح الكمبرسر بس شكله خريف مرة ثانية مدخني لا يا شيخ تروح للعامل تقول له صلح الكمبرسر طيب يمكن فيه نكس فريون مدام انت فاهم بالمكيفات روح انت جيب عامل ينبي يقرب عيالة يعيان مو ابعاقل شرشبين انا اكرح السناف يا مويا قنوات الأكشن ومسدسات سvaccين انا بيد حطف المفضلة شاكلımı انت كفته هزفتها يعني نخبة اقيد كفته اصلا اي غلط يا صير بالاستراحة نسبة تسعيب بالمئة كفته والسبب واح لا شيء كده واجه قوي يسوي بريء يعني كل حاجة على رأس كفتا والله ما قلت دقيقة وحده لا 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 أصبرك وفاتي لا حد يزعله يا يال ترأي أحبه لا لا تروح خليك معنا إذا أنت روحت انت قدق على مين والله ما عدا جيت سراعتكم مرة ثانية فاهم انتوا إياه لا يا شيخ مسوي حساسا متوجهك ايه يا عيال ممكن اشبهنا عليه شوي بكرة محظر عندنا قفتا الله الله أحلام مردية يا سلام يا سلام يا سلام أقول لك قم 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 يا ما تبغى شيء مني يا أبويا لا قفتا يا ولدي شو ما أزعله ما تقدر خاطرك أبويا أنا مخنوق وضايق صدري أعز أصدقائي يتقطقون علي أسحب عليهم اللي يحترمك احترمه بس أنا أحبهم ما ما في ذا الكلام على قولة المثل أعز نفسك تجدها اللي يحبك ويغليك بيأجي حتى عندك فهمت يا أبويا خلص بعد أروح لهم ها ما قلت لكم مصير يجي الاستراحة ايوه البس ما يحب الله خناقو ايش قصلك يعني أنا بس ايها انت بس وشوكش الفار شوف شوكش طاق طاقنا عليه ولا زعل إذا هو يرضى أنا مرضى خلاص ريال ترخم زويتوا ما عليك منه ما أنت كم يا باية خناع بلاستيك؟ لا 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 أنا ماشي مروح البيت والمثل يقول عز نفسك تجدها تعال والله ما تروح يا باية تعال أنا مرح أقود معاكم في الاستراحة وتوتكتكم علي لا يا شيخ مصيرك راجع رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية شون شون أعجبكم حتى وقت تكاول هسرت وسويتوا يلا عيال شلو شلو أنا أودلي المستشفى يلا يلا صرعوا هو يقرب لك؟ لم لا لا يقرب لي ليش شايف في شبه بينه وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص بس حضرتك مين؟ لان في موضوع كده حيوي عن كفتة لازم احكيه الاقرب واحد ليه انا عامر عز اخويا وهو عزني وانا عزه بس كده كفايا خالص شوف يا أستاذ عامر الموضوع ان كفتة عندي دايما في العيادة كل تاريخه المرضي عندي فحوصاته واشعاته وتحاليله كل حاجة وحب اقولك بخبرتي وامامي بالموضوع كفتة مش هيتوش عشرة ايام بالكتير وكفتة هيودع هيودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفتة وهوست اسعده اخر عشرة ايام يبسطه اسعده فرفشه عايشه في سعادة وسرور وكبيات في ثواني بالدور حقق له احلامه يا عامر معجولة معجولة كفتة رح يروح من النابدي السهولة المهم يا عيان ما يموت كفتة وزعلان على احد فينا انت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه يا عيان لازم كفتة يحللنا ويبيحنا ويعيش اخر ايام بسعادة كفتة لو ما سامحنا ما احنا توفق لا اله احد الله لا اله احد الله كي اكمكنك كي اكمكنك بسم الله الرحمن الرحيم كفتة فقدتني يا عامر ايه والله فقدتك بش يوم كنت معاكم تتريعك وتطقتق علي كل يوم انا ااسف يا كفتة سامحني تكفى والله ما عاد اعودها وعادي انت بتطقني عادي ترى طقني ااسف ما اقدر اخلاقي ما تسمح لي اياه ننزين اخلاقك كفتة كفتة امسح يا كفتة عامر عامر هسف الليل الرح ما رحومEN كفتة ماينك بنامس تدق عليك من قفل انت صاحي? مو جابك عند بيتنا اه أبد جيت اتطمن عليك اقول لك انا عندي مشاويب ما نفاضي حق الماغأك هذه يبا مع السلامة والله والله ما تقذي أي مشوار إلا معي وعلى حسابي أي شي تشتريه أمشي هاي كفتة كيف؟ حلو بس أبغى حلا لو سمحت عطنا وحدك ليجا هولندية؟ أبشر الله لو يجمعوا لته والمخلوط بحطوه في الثلاجة لمكرة أبوك يا الاستغلال لكن بشرب عزك يا كفتة استاهل لو سبحت عطنا واحد لتيق وواحدة كليجة هولندية باقي شي يا حبيبي يا كفتة خذيها بالليل بالليل عندنا عزيمة بالاستراحة ليش المناسبة؟ المناسبة أنا بي نقول لك الحمد لله على السلامة أقصد مع السلامة وين خويق من الموت؟ شششش توا ما جاء بعدين تعال ترى هو ما يدري لا تفضحنا مرحبا يا جماعة هيا وكفتة ايو كفتا تاتا بطاتا وحدة 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 لكفتا حلا وحدة هذا الدفش جايبينا لك مخصوص على شاني ها هلا حبيبي دي لا 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 تقرب منه وتعديه خلك بعيد ها بعدين ترى عليه ضمان استرح وخلك ثقيل يلا تحية لحضرين كلهم واحلى تحية خاصة لكفتا الله يحفظك وطول بعمرك وخلك لنا واستوداناك الله لا قل له هزيان قل لا ايش يقول لي استرح 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 ملا داعي ملا داعي أقصدوش حاب تسمع يعني لا لا عندي عندي عندي؟ يلا طيب راس ما عاش دنيا مهم؟ أنت وآمر آخر من حدثة عنها الجانب النفسي أنتم من الوحيدين اللي دمرتوا كفتة نفسيته يا عمي ما جدت ذاته يا أبوي إش اللي ما جدت ذاته وإنت شغال بالأربع والخمسة تيزمه في الصوني إيش دخل يا أبوي ذا بالإستيسين أنا أخسر عشان يحللني إيه والله يا أخوان ترى لازم قبل ما يموت يحللنا يحللك؟ أنت يا الله تحجع عنه عشان يحللك اسمها يا حبيبي يا كفتة من اليوم ورايح ما في روح لبيتكم ما نبين فارقك ولا دقيقة أقلك وشربك ونومك ومصروفك كل علينا وهذه غرفتك ها بيتك هنا بيتك هنا في داخل القلب لو جيت يا أسكت أسكت صوتك زفت وهو صادق صوتك زفت لا تغني ها وإنت بعد كثير كلامك يا عامل هيا هيا أطمع برنته وياه يلا خلونا ننم يلا هالحين وش اللي حاجدنا عن المذى اللذي والله هدني ودي أرثعبه وخربه هاي يبني الحلال تركي مسوي كل هذا الشي عشان يحللك قبل ما يموت تعملنا كم يوم هي بس غبني وانا أكثر وانا مريك يا قفتة مشا مشا